ذكرت وكالة الأنبال الفرنسية أن الرئيس الروسي بلاديمير بوتين حصد 87% من الأصوات بعد فرز 24% من مكاتب الاقتراع وفتحت السفارة الروسية بالقاهرة والقنصليات التابعة لها أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الروسية لدينا في مصر ثلاثة مراكز اقتراع في الانتخابات الروسية منها مركز في القاهرة وآخر في الغردقة والأخير في محافظة الإسكندرية وأود أن أؤكد أن جميع الروس المقيمين في مصر لديهم حق الانتخاب وبالفعل قد اتخذنا كافة الإجراءات لضمان سلامة الانتخابات هذه الانتخابات مهمة لروسيا ونعتبر أن الفترة الرئاسية القادمة هي فرصة لتحقيق تطلعات الروس في حياة آمنة ومستقرة نريد أن نرى دولة روسيا دائما في تقدم وفي ازدهار وفي تطوير مستمر وأريد أن تحصل الأسرة الروسية على دعم كبير من الدولة روسيا بلد عظيم ونريد أن نراها في تطور مستمر خاصة في الصحة والتعليم وأرى أن الانتخابات تحقق الديمقراطية للشعب الروسي